السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل زيت نباتية طبيعية عندها الخصائز ديالها وعندها المميزات ديالها اليوم في هذا الفيديو هنهضر لكم على جوز زيوت لكي تعتبروا أفضل زيوت أنتياج ولمضادة للتجاعد هات جوز زيوت هادي عندنا الحمد لله في المغرب واخدتامان شوية أوفتتامان مرصع فا هات زيوت هي زيت بودور الهندية وزيت أركن هنا زيت بودور الهندية كي تعتبر أفضل زيت مضاد للتجاعد أفضل بخوضوي أنتياج أحسن بخوضوي اللي نقدروا نستعمله طبيعي ما في حتى شي حاجة مضافة باش ننأخروا ظهور التجاعد باش ننفيدوا البشرة لنا بالنسبة لزيت بودور الهندية هو كي تعتبر أفضل زيت أنتياج ولمضادة كي تعتبر أغلى زيت في العالم أغلى زيت في العالم بزاف غي يقول لي أعلى سيكون غالي ألوح كي الهندية غير مشاير عندنا في المغرب كي نود غير عشوائي البشرة ليست في الندرة المادة البشرة أنه كي نصوب هذا الزيت هذا أغلى زيت لن نصوبوا 1 لتره ديال زيت رخصنا تقريبا 1 طن ديال الفاكهة ديال الهندية اللي كتعطينا ما بين 30 حتى 50 كيلو ديال البودور يعني 30 إلى 50 كيلو ديال البودور اللي كتعطينا 1 طن ديال الهندية يلاح كيعطينا 1 لتر ديال زيت بودور الهندية هذا الشيء باش نصوبوه خاص واحد الجهد كبير كين لغيكولت وعاد الاكستخاكسيون وعاد لبخيسيون وعاد لفيلتخاكسيون يعني خاص وقت وجهد ويد عاملة باش نجنيوه خاص عود ثاني العصر اللي كيكون باطئ لإنك أنا أسروحنا البودور دخيلو البودور كتخبط لك بالقوت بالقوت بالقطيرة بالقطيرة وعاد من مورا وعاد كيكون الفيلتخاكسيون ثاني كيبضاء ترشيح أو لطفية ثاني بالقطيرة بالقطيرة هاد شيء خصو وقت بزاف باش يلاح تاخذ واحد الكمية قليلة خصوك ووقت جهد ويد عاملة هاد شيء اللي كيفسر الارتفاع ديال الثامن ديال زيت بودور الهندية هاد الزيت هاد علش هو أفضل انتياج لإن المكونات اللي فيه طب هو أغنى زيت بلا فيتامين او إذا خدينا مئة جرام أو لمثلا قريعة فيها خمسين جرام ديال زيت بودور الهندية فاحنا غلقوا فيها خمسين ميلي جرام ديال فيتامين او هاد المكونات هاد هاد المكونات هاد اللي فيه تخليوا هاد زيت هاد كترمم لنا الخلايا كتعطينا ذاك اللابون مينو اللمعة كتعطينا واحد تونس لوجه هاد المكونات اللي يصوفوا هاد الزيت هاد كيباش كي كل وجه ديالهم تعتيني تأخير ذهور تجاعد وحتى اللابان وذوك اللي غاديو لكي بدوا يتخبوا فسراحة بزاف بزاف ديال الفوائد و بالمقارنة مع الزيت الثاني اللي هو ثاني أفضل زيت أنتياج هو زيت أرغان فزيت أرغان إلا خدينا قريعة فيها 50 جرام ديال الزيت فإحنا كنلقاو فيها تقريبا 30 ميلي جرام ديال فيتامين أ زائد 65 ميلي جرام ديال ستيرول الكمية قليلة بالمقارنة مع الزيت الهندية حاجة أخرى هاد الزيوت سوى أرغان أو زيت بودورد الهندية ممكن تستعملهم السيدة اللي مثلا كتدير ريجيم وما بغادش يكون عندها تشققات ولا دوك لفيرجيتور سيدة الحاملة المرة الحاملة الوليدات اللي كيجيوهم حبوب فما كيبقاش الأطار ولا بوشويكا ولا أي حاجة كيبقاش الأطار في الجسم ديالهم علاج اللي إن فيها هاد اللي ستيرول دونك شكون يقدر يستعمل زيت بودورد الهندية ولا زيت أرغان يقدر يستعملها أي واحد راجل والأمراء تقدروا تدخلوها في لسوان ديالكم انتياج ابتداء من 25 عام أقل تقدروا تستعملوها وتقدروا تستعملوها فوق من 25 عام البشرة سواء كانت نشفة سواء كانت دهنية سواء كانت ميكست سواء عادية فمناسب لها سواء كانت كالتحبب مناسب لها هاد الزيوت اللهم كينين بعض الناس يقدر يتفاعل البشرة ديالهم لإن ركينين ستيتناقات ديمة يقدر يتفاعل مع هاد الزيت هاد وما يناسبه مش هادوك بيتبعوش كما قلت لكم يديروا فوق من 25 عام يديروا هاد الزيت هادا سواء ديال هندية سواء ديال هندية او للفام اللي وصلوا مثلا فوق من 35 عام بدأوا سواء انتياج ديالهم نعلي سواء انتياج لتقدروا تبدأهم من 25 عام هادية الفترة اللي كي بدأ فيها كي قل فيها إفراز الكولاجين وكي بدأوا يدهرو كي بدأوا تكوين تجاعد وخما يبانوش فوقاش كتديروه تقدر هاد الزيت هادا سواء الهندية سواء الارغان حسب البيجيت ديالكم حسب الاختيار ديالكم اللي بغيتو كتديروه بالليل كتاخدوا واحد الكمية قليلة وكتدهنوا بها بالليل على وجه يكون مغسول مزيان يكون نقي وما تكونوا ديرين تشيك خعم شفتوه لعندكم مثلا زيت بودورد الهندية ولا حتى زيت ارغان الخاص طبعا بتجميل فبلا ما تشريو كريم اضغطان تولا شو كريم دانوي فهو كافي مرطب كافي لدرجة انه الغد تقدروا قاما تستعملوا الكريم المرطبة ديالكم في السباح حاجة اخرى كين بعض الناس قالوا لي ان كين زيت بودورد الهندية رخيص بزعف علاش لا هادا كماشي زيت بودورد الهندية هاداك ما سيغى ويلو ديال الهندية يعني تنشدو القشور ديال الهندية وهذا وكان نقعوها في زيت نباتية وهذا سانا غيان افواغ لمن التركيبه لمن الجهد لمن التحاجة مع العصر ديال البودورد ما كين تشي علاقة دونك هادا ولي كيف سر الاختلاف ديال التامان كي بقى زيت بودورد الهندية هم بودورد ديال لكس ناتورال طبيعي والمغريب من اشهر الدول اللي كتصيبوه هي اوتونز دونك سافي انا عطيتكم دابا اح افضل زيوت اللي مضادة للتجاعيد سوى ديال الوجه سوى ديال العين كتأخر التجاعيد او مارا التجاعيد غيبان وغيبان وغيبان وحتى إلا كانوا كتخفف شوية ديال الرقاق غيباش ديما نحطكم في الصورة من توقعوش المعجيزات دونك بدنسبة نقدروا استعملوا وصفة فيها زيت بودورد الهندية مع زيت ارغان مع زيت اساس اللوبان او ممكن تقولون انتوما اللوبان الذاكر المهم لوليبون واللانسانس زيت الاساس دياله شخصيا في التجميل كنفضل استعمال زيت اساس اللوبان على استعمال اللوبان هاكا دونك هاد زيت اساس اللوبان تقدروا تاخدوه الناس اللي على برارة غيو يوجدوه هراه موجود تقريبا نشي سبعين درهم بحلقة كثمانين درهم ما غاليش الناس اللي كانين في المغرب يحاولوا يقلبوا عليها او لا يقلبوا على الناس اللي قدروا يوفرهم لهم لان التمن دياله ما غاليش ان كمباران مع اللوبان اللي كاتمشي وتشريه من عند الناس اللي كي يجيبوه لكم من الخاليج فكتاخدوه بتمن مرتعفة هاد الزيت الاساس كتستعمله غيب القاطرات غا يدي لكم وغا تستفدو منه زيت اساس اللوبان عندو دك كي يعطي اولا هاد الوصف اللي غنعطيكم كي يعطي واحد الريحة ضيطرونه زوينه وكي يعطيها واحد الخاصة ديال تجديد الخاليا هي هاد الزيوترا هم كي يجدوه كان زيتو وعاد كي يعطي لليان انا قدير زيت بالليل فكي يعطيكم ذاك اولا كالمو لانه زيت اساس اللوبان كي اهدى لنا لدات ديالنا وكي يخدم حتى الناس اللي عندهم وضربهم البرد ويعونهم الناس اللي يقوي اللومينيته وعندو بزاف ديال فوائد رفا يتكلمت عليه هاد الوصفة هادي فيها كان ناخدو 15 ميليليتر ديال زيت سوغنج سوغنج رفا 5 ميليليتر 15 ميليليتر ديال زيت بودر الهندية مع 15 ميليليتر ديال زيت أرغان مع 30 قطرة ديال زيت أساس اللوبان يعني اللونسونس والولي نعودها لكم 15 ميليليتر ديال زيت نباتي أرغان زائد 15 ميليليتر زيت نباتي بودر الهندية زائد 30 قطرة ديال لونسونس أو زيت أساس اللوبان تخلطوهم و تديرهم في قرية اللي تكون برون و يفضل ان تكون بحل هذه يفضل ان يكون فيها الكون تقوت يكون فيها بحل هاد المانتة هادي الكون تقوت باش تخدموا بالقطيرات وتكتبوا فيها من التطيبو تكتبوا فيها العدات اللي صوتوا فيها هاد المنتج ديال لكم وتكون برون زيت أساس اللوبان هو هادا شوفوا انتم الماركة اللي عجبتكم فهلا هادية الوصفة اللي ما عندوش زيت الهندية زيت بودرد الهندية يقدر يستعمل غير زيت أرغان او لا يقدر يدير زيت أرغان مع الويلدو بوغاش اللي يعجبكم بالنسبة كيفاش كنوزع هاد الزيت باش يخدم لنا مش هاي الوصفة اي زيت باتة زيت أرغان ولا زيت الهندية باش يخدم لنا كمضاد للتجاعد أول حاجة كيما قلت لكم الوجه خسو يكون بالليل كتكون وصلتو جميعكم وكل شي كتاخدو الكونتي التالي كتاخدو إلا كالوجه ديالكم ناشوف بزيف فكتاخدو هاد الكونتي التالي شوية كبيرة ماسيناو إلا كالوجه ديالكم دهني او لا ميكست او لا نورمال فكتاخدو ثلاثة القطرات ثلاثة القطرات بالنسبة لي راح كافية ثلاثة ديال القطيرات وكنديروها في الحالة كنقولو تخوها لاغم ثلاثة ديال الدميعات كي يكونوا هاد القطيرات وكنديروهم في الكف ديالنا كنديروهم في الكف ديالنا ومني كنديروهم في الكف ديالنا هكا كنسخنوه كنسخنوه هكا شفتو؟ وكنديرو هنا وكنديرو على الجبهة وموطن كنديرو على العينين بحال هكا من بعد من بعد كنحاولو نديرو واحد الحركات ماشي شي حاجة احترافية غير بحالكة واحد الليساج والفلوغاج باش ندخلو البرودويت بحالكة مثلا بحالكة 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 هكا 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 رقبة ديالنا حتى نخدموها وكداليك العين ديالنا نحاولو هكا حركة دائري باش ندخلو البرودويت حركة دائيل وطابوتمو على العين هكا طابوتمو طابوتمو على العين بحالكة سافي ندخل البرودويت للعين ديالي نخدم العين لانه هذا يخدم حتى موضة تجاعد العين ما تحتاجوش تشريوش برودويت للتجاعد العين او برودويت كنتور ديالي كافي جدا كداليك التجاعد ديال الفم تحاولو تخدموه بطريقة هذي بحالكة 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 واعود بحالكة برودويت وزعوه لوجه ديالكم كامل كل الليلة كديرو بحالكة ضغية ضغية وندما تتلاحظون وزيت راها جيد جيد مغدية راها جوينة بزاف بحالكة 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 نصحكم انكم تستعملوها كما قلت لكم اذا صوتوا هذه الوصفة او اذا اخذتوا زيت بودور للهندية او احتى زيت ارغان فما تحتاجوش تاخدوش برودويت انتياج اذا انا دول فيديو ديالنا اتمنى يفيدكم اجابوا على الاسئلة ديالكم اتمنى الوصفة كذلك تشبكم نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله الى ذلك الحين كنكلكم شكرا على المتابعة ديالكم وبسلام عليكم